تحياتي برشلونة في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا برشلونة بعيد الذكريات لجماهيرو لما كان يقرب من اللقب الأوروبي بعد عامين من الخروج المبكر بدور المجموعات برشلونة بيهزم نابولي وبيتأهل برشلونة اليوم دخل وهو ما عندوش أهم شيء في المباريات الحاسمة بدوري أبطال أوروبا وهو ما عندو خط وسطه الأساسي جميعنا بنعرف إصابات ديونغ بدري وقادي وهم هيكل خط وسط برشلونة المهم للغاية ونجح الفريق الكتالوني بالتعامل مع هذه الأزمة الحقيقية من خلال تنوع تشابي باستراتيجياته اللي راح نشرحها اليوم في الساعة الأولى تشابي راهن على السرعة الشيء الحقيقي اللي بتفوق فيه فريقه على دفاع نابولي فارق السرعة فشفنا بيبدأ بيمال أوروبينيا والاثنين سريعين والاثنين سريعين أيضا في مسألة المراوغة والانطلاق للأمام هو شاف أنه ما بيقدر يدير المباراة ما بيقدر يسيطر تماما على خط الوسط فذهب إلى نقطة قوة أخرى وهذا خيار نجح لأنه في الدقائق الأولى برشلونة كان عم بيتقدم بهدفين وبيهدر هدف ثالث ولو نشوف الهدفين حنشوف تقريبا دائما فارق السرعة فارق أنه لاعب ببرشلونة بياخد خطوة زيادة مسافة زيادة دائما بيصنع الكرة اللي بيجي منها الهدف أيضا في مسألة السرعة كنا نشوف فارمين لوبيز عم بتفوق طبعا فارمين قدم مباراة جيدة الساعة اللي لعبها كانت جيدة كنا نشوفه دائما عم بتفوق بفارق السرعة على لاعبي وسط نابولي ودائما بتلقاه خلف المهاجم خلف الفاندوفيسكي في المربع اللي أمام منطقة جزاء بفارق خطوة أو خطوتين عن محاور نابولي هذا أيضا خلى برشلونة دائما جادر يملك الكرة في منطقة خطر برشلونة نجح للغاية اليوم بشغلة مهمة فصل خط دفاع وسط نابولي عن مهاجمين في النصف ساعة الأولى برشلونة نجح تماما بذلك وهذا خفف كثير من خطورة نابولي لكن بعد ذلك نابولي لجأ إلى صعود أظهرته بقسوة أكثر بعنف أكثر ديرو رينزو وروي وهذا ساعد أن يخلق كثافة عددية على الأطراف يقدروا فيها يوسطوا الكرة للأمام وكانت المباراة بتشير بعد هدفين أن برشلونة خلصت أهل لكن خطأ واحد تنظيمي بعد رمي التماس لنابولي جعل نابولي يقدر يدخل منطقة جزاء ويلعب كرة ويسجل منها الهدف ولولا شتيجن كان فيه هدف تعادل وراها لحظات بتخليك دائما تتذكر أن برشلونة ما اكتملت شخصيته زي ما تعودنا عليه في الماضي لكن الفريق بعد ذلك رجع لروح المبادرة وخلال ذلك كان كوندي عم بتفوق دائما على كفارة ودائما بيبعده عن مناطق القطر وابعاد كفارة يعني بعاد الإبداع في هجوم نابولي يعني جعل أوسمين معروف كيف هتوصل الكرة من خط الوسط جعل نابولي أكثر توقعا كوندي في الذهاب القيام تفوق في هذا الصراع أيضا برشلونة حتى بفترات تراجعه في الشوط الأول والشوط الثاني كان دائما قادر يمنع نابولي يرتد كان لما يهجم ويخسر الكرة يضغط بشكل جيد يمنع نابولي يخلق هجم مرتده وهذا من الأساسيات تأهل اليوم بس في مطلع الشوط الثاني شوفنا نابولي عم بتحسن عم بتحكم وعم بهدد وفي أكثر من موقف كان ربما لمس صح أو كرة صح تؤدي للتعادل هون تشاف يعرف أنه ريهانه الأول على السرعة انتهى فجاء الوقت لريهان جديد ريهان أنه يحاول يتحكم بالكرة مراهن على أنه أظهرت نابولي مع الصعود الأكثر أرهقه خط وسط نابولي الأساسي شوي شوي رح يستنزف وهون كل ما نشوف عم بيدخل بروميو وأيضا روبرتو طبعا إضافة أنه روبرتو صنع الهدف الثالث الأسلوب هذا واللجوء أنه مرة ثانية أنا بلأتحكم بالكرة وأملكها نجح كثير بتخفيف انضغط على برشلونا نجح كثير بنقل الكرة إلى ملعب نابوليه وأصبح البرشا بعد ذلك أكثر خطورة شفنا له أكثر من تزديدة وخلال فترات التفوق جاء الهدف الثالث وقبل ذلك كان فيه أكثر من كرة ممكن تترجم لهدف إذن ريهان آخر ناجح من الشاب هرناندز ريهان بخلينا نقول الرجل عرف كيف يدير المباراة عرف كيف يدير الغيابات عرف كيف يتجاوب دخل اللقاء وعنده أكثر من سيناريو براسه وهذا ساعد برشلونا على التأهل هذا التأهل اللي جاء وسط تألق مهم من اللاعب الشاب كوبارسي اللي بالثنائيات كان عم بتفوق فيها جميحها ودائما كان عم بتمركز بشكل صحيح وعم بقرأ بشكل صحيح وفي اللحظات الصعبة في منطقة الجزاء كان عنده هدوء لاعب خبير بداية رائعة بهذه الفترة بعيش هذا اللاعب اللي بيخلي برشلونا يفكر ربما يكون وجد مدافع للمستقبل يوفر عليه كثير فلوس بشكل عام التأهل اليوم مهم جدا مش بس عشان المسألة المالية اللي حتتكلم فيها الصحف الكتالونية وحصل برشلونا عن مبلغ التالي ولا لأنه لما يلعب بدور الثمانية أيضا حيبيع تذاكر ويخضي فلوس أكثر لا أبدا مهم جدا لأنه برشلونا كان محتاج ذلك لإعادة ترميم شخصيته الأوروبية لإعادة صياغتها وطندعيمها وتقويتها برشلونا محتاج أنه اللاعبين الشباب الموجودين اللاعبين بشكل عام الموجودين يكسبوا خبرة التعامل مع هذه الليالي وصعبتها لأنه دور أبطال أوروبا بالأساس قائم على الخبرة قبل أي شيء تعني زي ما بنعرف وهذا بالنسبة لي كان المكسب الأهم بليلت اليوم المكسب اللي خلى برشلونا في دور الثمانية من جديد وخلى حلم ومشروع ربما على الورق من فارق الجودة هناك فرق تتفوق بشكل واضح لكن علمتنا كرة القدم طول ما أنت عندك الحق تلعب فحقك تلعب وتدور على نتيجتك نوصل هون لنهاية هذا الفيديو كنت معكم أنا محمد عوان موجود فيسبوك تويتر انستغرام وتيك توك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته